السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم ازاي نعمل انرابنج لهذا الطير بوساطة شديدة لو اخترنا اللوب ديت و اخترنا بعد ذلك اي لوب بالعرض ولكن هذه اللوب اخترنا الكل ثم ضغطنا انراب فنلاحظ ان هنا الشكل غير منتظم ممكن استخدم ادن اسم يو في سكوير او لطريقة المنول ان هنا نختار سكيل وي صفر ونمر على كل الخطوط سكيل في الاكس سكيل في الاكس وهنا ايضا سكيل في الاكس ولكن في طريقة افضل ما ذلك اول حال نحذف السيم نختار الكل ثم سنختار اي فاس او هل اختار هذا الفاس ثم نضغط انراب امتاز جدا نختار الكل select all ثم follow active quads بذلك اصبح عندنا يوفيز عندنا straight بهذا الشكل زي ما احنا شايفين طبعا نختار الكل ثم يضغط scale.5 خلا نشوف زي نضيف المaterial هزهبنا الى shader هضيف new tire ثم ctrl shift t take charge اختار الكل ثم برنسل طبعا نعمل scale ولكن خلينا نذهب الى UV ده كده عندنا الطير نحن نضغط scale في الواي احركت الجزء العلو بحيث يكون متماشي مع هذا الجزء طيب نحن ممكن نضغط scale نزب الى shader اتر scale في الى x وعشان نعمل الانميشن هنحرك في الى x نعمل الانميشن تكتشار بالعكس في تكتاز سالب انظيف الانميشن تكتشار ونعمل الانميشن تكتشار بسهولة جدا لى طير لى طير لى اي هيترنك درس اليوم خاص بانشاء الزغارف باستخدام الكلف اول شيء اضيف هنا curve rotate x هشكل هذا curve محرك ال point بعد ذلك هزب الى curve اقول ان هذا 25 و اخذ 25 هذا بالنسبة لي resolution بعد ذلك في ال geometry هنزب طبعا هنا له هيكون سكوير فممكن والين ده كده عبارة عن point 1 وهنا ال resolution كل ما نعلي ال 12 فهدي يزيد طبعا يختار اي point وضغطنا alt s نضغط alt s وصفر فبينضيف scale هذه ال point ولكن عشان نضيف curve عشان نضيف تفصيل الزخار فبنزب الى ال profile بحدد عندنا شكل ال profile فاختار فاختار الوقتة زي كده ونضيف الوقتة زي كده ونحدد الوقتة دي هتكون شرب ونضيف هنا ايضا point اخرى ونحدد شرب طبعا نحن عليه ال resolution وليكن 24 وكنا على اكتر من كده 22 عشان نضيف ونضيف 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 وتغير ونضيف نضيف وتغير الثامن ونضيف كنترل تي وليكن مية وخمسين وهنا ده كده كنترل تي وليكن خمسة واربعين وده كده بيكون عندنا الشكل النهائي ممكن نعمل دوبليكيت ده كده كنترس اليوم ازاي ننشئ الزخارف باستخدام الكروفز المشهد ده حتى لو كان ماتيريال ريزيستيك فاذا غير وقال تماما ان الاتج ديت مفيش اي تفاعل ما بين الماتيريال فازاي نضيف هذا الرصد ممكن نضيف رصد او صدق او اي شيء او ممكن حتى اللي هو العشب اللي بيسمه مص فاذا ازاي نضيف الاشياء ديات في النود رانجلر طيب ده بيعل طبعا الريستيك فعندنا دي كده عبارة عن المتال ده كده المتال لوحده هنضيف هنا ميكس شيدر ثم بعد ذلك هنضيف وليكن ان الرصد عبارة عن خلينا نضيف اولا وليكن باللون الاصمر حالان في الايفي هفعل امبنت اوكلوجان لان استخدم دلوقتي الامبنت اوكلوجان امبنت اوكلوجان نود الكلر توفاكتور ثم بعد ذلك اخترت الامبنت اوكلوجان اخترت الايفي فعالة الامبنت اوكلوجان اروحت للرندر سوف أقللها قليلا كذلك حسنا ولكن إلى هذه الدرجة المترجم التي يمكن أن أغيرها لأي لون أو أي شادر أنا أرى أنه مناسب حسنا عملت سواب أغيرت هنا المتع يكون هو الشادر 2 والبرنسبة هو الشادر 1 أغير المسك بحيث يكون جزء الناسب ممكن أن أعلي السامبل دلوقتي دولت كده ثلاثة دول أربعة نود أذهب إلى هذه النود كنترول هذا الشادر الخاص بالوود ثلاثة دامكس شادر سيكون هنا دامكس شادر سيكون هنا دامكس سيكون هنا ثلاثة دامكس سأضغط ونضيف فقط المسك او المسك شادر سأضغط ستنتج أنه الصدق موجود في الأبجيكت العلوي وحتى في الفلور موجود أيضا الصدق زي ما هو موضح إذن دي كده بنزود مستوى الواقعية مستوى الواقعية أتمنى يكون هذا درس فويد وإلى اللقاء في الدرس الثاني من أسرار بلندر السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم إزاي نضيف تيكتشيرز لأي أبجيكت بدون ما نعمل امدى بنستخدم هذه الطريقة؟ بنستخدم هذه الطريقة لو الموديل في الباكراوند ومش مضطرين أن نضيعها وقت في UV Unwrap والموديل مش هيكون قريب من الكاميرا ده كده هتكون النتيجة عندنا نضيف تيكتشيرز بدون ما نعمل Unwrap خلينا نضيف ماتيريال جديدة ونسمي هذه الماتيريال نسميه زود هنذهب إلى الشيادر ايتر أول شي هنضيف image texture أول شي هنختار بدل من UV بنان على image texture هنختار أي image texture وليكن متاليك هنختار 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 وهنختار لهذه الماتيريال طيب ده كده الماتيريال عندنا نختار ctrl L link material زي ما احنا شايفين تم اضافة الماتيريال بدون عمل UV Unwrap نهائيا ده كان عبارة عن ملخص لدرس اليوم هنختار 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 رأس هنختار نشك نشك